ده بيقدنا نحية سؤال مهم أو موضوع مهم لو تلاحظوا كي احنا ماشيين بالترتيب قولنا الأهمية الأول وبعده يعني ها ماشيين كده بالترتيب يا ترى ايه هي عدد ساعات النوم المثالي في مراحل العمر المختلفة انا بكلم على الأطفال يعني في السنة الأولى مثلا دايما الناس تسأل كي تقولك انا مش عارف يعني ابني ده على طول نايم فترات صحيانه أقل طب هو المفروض ينام قد ايه طب هو المفروض كده بياخد كفايته من نوم أسئلة مشروعة وهمة جدا نعرف بقى الأطفال حديثي الولادة وبالمناسبة حديثي الولادة دول هما أول ستين يوم من عمر الطفل يعني أول شهرين من عمر بيبقى ده حديثي الولادة تمام ممكن ساعات النوم توصل معاهم بشكل مثالي يعني خلال اليوم على مدار الاربعة وعشرين ساعة لسبعتاشر ساعة في اليوم سبعتاشر ساعة من الاربعة وعشرين بس هقولكم ملحوظة مهمة إن الأطفال دول ما بيناموش فترات طويلة متصلة دول بينامو فترات قصيرة لأسباب كتيرة قوي أولها رغبتهم في الرضاع ليه؟ لأنه في الوقت ده هو مولود لسه بيتعلم الرضاع فكل مرة بيرضع فيها من حضرتك سواء رضاع طبيعية أو بيرضع ميل بيبرونا في حال تعزر الرضاع الطبيعية هو بيحصل على كمية رضاع قليلة فبيصحى عشان يرضع خلاص هو بالنسبة له النوم ده وسيلة بس إنه يرضع وينام على فكرة من الحاجات اللي كنا بنقولها دايما للأمهات إنه من علامات كفاية الرضعة يعني لبقى تقولك إيه أنا برد عبني بس مش عارفة الرضعة مكافية ولا لأ أول حاجة نقولها هو بينام بعد الرضاع ولا لأ لأنه لو الرضعة كافية ومشبعة هينام أو على أسوأ الفروض يعني هيبقى هادي يعني هيقعد كده ريلاكس كده يعني حتى لو ما نامش بس هيبقى نعسان يعني إنما غالبا بينامه فنوم الطفل بعد الرضاع من العلامات المهمة جدا لكفاية الرضعة دي يعني إن الرضعة دي كافية ومشبعة يبقى نرجع ونقول إن الأطفال حديثي الولادة فترات النوم عندهم المثالية ممكن توصل لسبعتاشر ساعة خلال اليوم ولكنها غير متصلة ده على مدار اليوم ها تمام طيب من سن بقى شهرين لأربع شهور ساعات النوم بتقل بتوصل لخمستاشر ساعة في اليوم برضو على مدار اليوم خلاص كده ممكن يبقى فيه منهم ساعتين بالنهار والباقي بالليل أو على مدار اليوم يعني أكتر بكتير يعني مش لازم يبقى بالليل وبالنهار قد إيه عشان دي ما بتنتظمش دورة النوم ما بتنتظمش إلى بعد الشهر السادس بتبدأ يعني وأحيانا بتفضل مش مستقرة كده لغاية سن سنة عشان بس ببشر كل الآباء والأمهات اللي مستنيين مولود أو اللي عندهم مولود جديد ما تقعدوش تقولوا ياهوة إمتى بقى هينومو هينتظم عشان إحنا بقالنا كتير مش عارفين ننام لأ أنا بقول لكم الموضوع ممكن يكمل معاكل سن سنة شوي فما عليش يعني صبروكو بالله ما عليش أجركو عند الله سبحانه وتعالى طيب نيجي بقى عند سن ست شهور أقول لكم إن الساعات النوم على مدار اليوم ممكن توصل لأربعتاشر ساعة وعند سن تسع شهور بتوصل لتلاتاشر ساعة وعند سن سنة بتتراوح ساعات النوم على مدار اليوم من عشر ساعات إلى اتناشر ساعة